في أول جلسة يعقدها مجلس الأمن في العام الجديد لمناقشة الوضع في اليمن أشهرت الأمم المتحدة مجدداً سلاح التحذير من مجاعة وشيكة في اليمن رداً على تصنيف الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية بدى المبعوث الأمم مرتن غريفث أمام التصنيف الأمريكي مفتاقداً للمنطق شاهراً تواطؤه مع الميليشيا ومستغلاً هذا المنبر الدولي لإيجاد ذرائع من شأنها أن تحمي الميليشيا من تداعية التصنيف الأمريكي الذي تأخر كثيراً وهو ما يفسر لماذا أقر غريفث بأن اليمن يعيش أيام صعبة وقاتمة غريفث كرس خلال أيحاطته المرئية أمام مجلس الأمن اتفاق الرياض نموذجاً لتسوية سياسية ممكنة في اليمن مبدياً إعجابه بعودة الحكومة وصمودها أمام التهديد الخطير الذي واجهها في عدن ولفت بشكل خاص إلى مواصفه بالحدث الشارس والمروع الذي ودعت به اليمن العام 2020 واستهدف الحكومة اليمنية المشكلة حديثاً لدى وصول أعضائها إلى مطار عدن الدولي لكن فيما يخص مهمته الأساسية سرد غريفث القصة المعادة ذاتها حول مهمته التي يكتنفها الفشل والمتعثر في اليمن منذ تسلمه منصبه في مارس من العام 2018 على نحو أن يبرهن على أن الأمم المتحدة مصرة على المضي قدماً في تنصيب الحوثيين سلطة أمر واقع تتولى وكالاتها من صنعاء إدارة اقتصاد الميليشيا القائم على المساعدات الدولية مساعد الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بدى متكاملاً مع إحاطة غريفث لجهة التحذير من تبعات القرار الأمريكي وإمكانية أن يؤدي إلى مجاعة في اليمن على نطاق غير مسبوق منذ حوالي أربعين عاماً وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي قدم إحاطة اليمن أمام مجلس الأمن عبر الفيديو المرئي كرس واقعة الهجوم على مطار عدن كمثال على الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي وهو الهجوم الذي قال أنه نفذ بصواريخ موجهة وهدف بشكل متعمد بتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي إلى قتل الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في اليمن الوزير بن مبارك عرض لحالات الجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي من خلال السهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمناطق المكتظة بالسكان في محافظتي تعزو الحديدة وفي غيرها من المحافظات والتي قال إنها تختزل مأساة اليمنيين من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال وتكشف سياسة ونهج وسلوك يوم للميليشيا في القتل والإرهاب والإجرام في محاولة لإخضاع اليمنيين لمشروعها السلالي وطائفه اشتركوا في القتل والإبعالتشف شكرا